بهدف ماركت كريستيان ورنالدو يوسف النصيري النهاردة جاب هدف ماركت كريستيان ورنالدو طار في الأمر ونزل مسجلنا هدف رائع جدا مغرب يا جماعة قصة نجاح عظيمة رائعة مدهشة ملهمة مبهرة حط كل استفاد جنبها أكتر من خيال اللي بتعمله المغرب يا جماعة احنا النهاردة شعب عربي بالكامل بيهتف ويقول المغرب انت تحس ان كل واحد بيلعب في الملعب النهاردة هو ابنك هو صاحبك هو ابن بلدك هو ابن دمك هو بيلعب باسمك عشان يرفع راسك للسماء ده اللي عملته المغرب النهاردة مش النهاردة بس النهاردة ومبارح وأول مبارح خيال اعجاز وبعدين بس المغرب هتلاعب بقى فرنسا في نصف النهائش فخلاص كده المهم انتهت مفيش يا جماعة مفيش يا جماعة مفيش مستحيل خلاص مع المغرب يعملوا اي تاني عشان يثبتولك انه مايفرقش معاهم مايفرقش معاهم رومان سايس يلعب مصاب مايفرقش معاهم حكيم يلعب مصاب مايفرقش معاهم مزروي يلعب مصاب مايفرقش معاهم لعبين زي اكرد يغيب لعب مؤثر جدا مايفرقش معاهم قائمة بالكامل رجالة أي منتخب في كأس العالم بما في ذلك المنتخبات الكبيرة جدا منتخبات الصف الأول يعني اللاعب اللي بيغيب عنه أو بيغيب عن منتخب بلده بيأثر جدا المغرب لأ وطبعا الكريدت كله الوليد الرجراجي اللي يخلي كل اللاعبين جاهزين اللي يخلي أي بديل بينزل يبقى أحسن كمان من اللي كان بيلعب ده وليد الرجراجي مدير فن المنتخب المغربي ايه ده ايه الروعة دي ايه الجمال ده وبعدين ييجي يقولك أصل المغرب بتلعب دفاع البرتغال للنهاردة بعد تصرحات اللاعبين والمدرب يتحدثوا عن أسلوب الدفاعي للمنتخب المغربي حضرتك يا برتغال مع سانتوس كسبت كاس الأمم الأوروبية 2016 بأسلوب سيء بأسلوب سيء دفاعيا كمان يعني كانش الدفاع رهيب كنت محسوس جدا انت ساعد من درج بمجموعات بثلاث نقط أصلا مين قال ان الدفاع ده حاجة عيب ومين قال الدفاع ده غلط أنا بدافع وبوصل لللي عايزه عشان اوصل لآخر نقطة في كاس العالم من حقي ان اشتغل بالطريقة اللي تناسبني وهو وصل لمبتغاه الآن منتخب عربي أفريكي في نصف نهاء كاس العالم أنا لو قلت لك الحكاية ديت قبل المنديال هتقول لي يا أخي تب نوصل لدوري 16 ما هذا الانجاز اللي احنا دايما بنستناه انجاز فكير انجاز طول الوقت بنبص لتحت أنا فرحان قوي بوليد الرجراجي فرحان جدا المدرب اللي واخد المغرب أو اللي اشتغل مع المغرب في ثمن مباريات بس مدرب اشتغل مع المغرب في ثمن مباريات بس وصلهم نصف نهاء المنديال ما دخلش في مرموها في ثمن مباريات غير هدف واحد واخد اللي جايبه في نفسه يعني لقى المنتخب المغربي اللي جايبه في نفسه يعني مش منافس هو اللي مدخله فيك في ثمن مباريات في جمل شهيدة كده يقول لك يا أصل المدرب لازم ياخد على المنتخب لازم ياخد على الفريق أصله محتاج شوية وقت أصل مش نحازبه دلوقتي نحازبه بعد ست سنين فيش كلام ده راجل دخل واشتغل بسرعة جدا إيه عجاز اللي عمل وليد الراجل ده إيه عجازة جماعة ضد كل قوانين الطبيعة في كرة القدم عشان كده اللي عملته المغرب يتشال فوق الراس زي ما هم رفعوا راسنا لأبعد سماء رفعوا راسنا مع يوسف النصري النهاردة للأمر وهو يوسف النصري بينط ياخد الكرة احنا بنط معاه واحنا بنتفرج على المباراة مش